ندد ناشطون بتهديدات أطلقها المسؤول الأمني في الإمارات ضاحي خلفان للصحفي محمد عبد الملك مدير تحرير منصة تعز تايم ودع الناشطون نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية إلى العمل لضمان سلامة الصحفي محمد عبد الملك محملين ضاحي خلفان مسؤولية ما قد يتعرض له الصحفي اليمني من مضايقات أو أذى وفي وقت سابق قال الصحفي محمد عبد الملك إنه فوجئ بنشر ضاحي خلفان تغريدة على تويتر تتضمن صورته واسمه على خلفية نشر منصة تعز تايم فيديو يظهر فيه شاب يمني ينتقد الدورة الإماراتية في اليمن ترجمة نانسي قنقر